السلام عليكم ورحمة الله يارب تكون دايما بخير بسيب بتقدم لك في الفيديو ده طريقة عادة ضبط المصنع من الاعدادات للهاتف سامسونج جالكسي A13 موديل A137F اصدار الحماية الاول اصدار الاندرويد 12 قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو ياريت لو تبص بص على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات او فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز لان كل يوم فيه جديد ندخل على طريقة الضبط من الاعدادات ومش بنستخدمها الا في حالة معرفتك للنمط او كلمة مرور الجهاز لو مش عارف النمط او كلمة السر هتلاقي في وصف الفيديو طريقة الضبط من الريكوفر للأسف عادة ضبط المصنع من الاعدادات تحزف كل بياناتك الشخصية زي السور والفيديو وغيرهم يفضل لو تنقلهم او تاخد الملفات اللي محتاجها لأول والضبط من الاعدادات مش بيوقف الجهاز على حساب جوجل نهائيا سواء في اجهزة السامسونج او اي اجهزة تاني في البداية بندخل على الضبط انزل تحت خالص وادخل على الادارة العامة اعادة الضبط اعادة تعيين بيانات المصنع اعادة ضبط مسح الكل الجهاز هيعمل اعادة تشغيل وفي الغالب هيفضل واقف على شعار سامسونج لمدة 5 دقيق تقريبا ترجمة نانسي قنقر بعد عادة تشغيل الجهاز اختل اللغة اضغط على بد حدد مربع الموافقة على الكل واضغط على موافق موافق تخطي عدم النسخ التالي كبول تخطي 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 حاجة مفيدة اتمنى لك دوام الصحة والعافية تخطي 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 تخطي